النقطة الأولى مكونات طعامنا الطعام الذي يقدم على هذه المائدة بنحو خاص أو ما يقدم لعقولكم وقلوبكم وضمائركم عبر برامج هذه الشاشة مكونات الطعام المكون الأول قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط لأنني أتبرأ براءة كاملة بقدر ما أستطيع وبقدر ما ألتفت وبقدر ما أنتبه وبقدر ما أتوجه إنني أتبرأ براءة كاملة من تفسير سقيفة سقيفة بني ساعد وأتبرأ براءة كاملة من تفسير السقيفة بني طوسي ألا لعنة على السقيفتين المكون الأول قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط مثلما بايعنا في بيعة الغدير بل في الغديرين في الغدير العلوي الأول وفي الغدير المهدوي الثاني هذا المكون الأول المكون الثاني حديثهم اختيارا وفهما بحسب موازينهم حينما أقول اختيارا وفهما لأنهم صلوات الله عليهم يتحدثون بعديد من الألسنة وهم يريدون منا وفقا للأصول التي أصلوها أن نختار نحوا من هذه الألسنة فألسنة للتقية الشديدة وألسنة للتقية الخفيفة وألسنة للمدارات للمدارات العقلية تارتا وللمدارات التربوية والتعليمية ثانيا وللمدارات النفسية ثالثا وللمدارات وفقا لسياق المصانعة والمجاملة بحسب القاعدة امحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافقة بلسانك هذه قواعدهم هناك مدارات تأتي في سياق المصانعة والمجاملة وفقا لهذه القاعدة امحض المودة لأخيك المؤمن ومن محض المودة أن تبين له الحقيقة الكاملة وصانع المنافقة بلسانك وهناك لسان البيان التدريجي لا هو بلسان التقية ولا هو بلسان المدارات فالتقية على مراتب والمدارات على أصناف وهناك لسان آخر وهو لسان البيان التدريجي ولسان 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 محمد وآل محمد تكلموا بالعديد من الألسنة كيف نتعامل مع ذلك علينا أن نتعامل مع كل ذلك بحسب ما جاء في قواعد تفهيمهم بحسب بحسب قواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا علي يفهمكم بعدي اختياراً وفهماً في البداية لا بد أن نختار الحديث الذي يريدون مننا أن نتدبره أن نتفهمه أن نغوص في أعماقه أن نحيط بفقه ظاهره وباطنه أن نلم بحقائق تنزيله وتأويله هذا هو الذي قصدته اختياراً وفهماً هذا المكون الثاني المكون الأول قرآنهم المفسر بتفسيرهم المكون الثاني حديثهم وفقاً لقواعد الاختيار والتفهيم بحسب الأصول التي أصلوها لنا وأمرونا أن نفرع عليها فقاً وفقاً وفقاً المكون الثالث إنه العقل السليم المبادئ العقلية وهي فطرية في الوقت نفسه تنسجم مع مذاق الفطرة النظيفة حين أتحدث عن العقل ما هو بمؤسس وإنما هو دليل يؤيد ما يفيض علينا من قرآنهم ومن حديثهم العقل هنا وسيلة لتفعيل الفهم بحسب أصولهم وقواعدهم فقط وفقط وفقط وليس العقل مؤسساً وليس العقل مشرعاً المكون الرابع إنها العربية التي هي عربيتهم لا أتحدث عن عربية وفقاً للمذاق الجاهلي إلا إذا أرادوا منا ذلك وقبلوا ذلك العربية عربيتهم فقط وفقط لأن الفقيه الشيعية لن يكون فقيهاً حتى يعرف معارض كلامهم هذه عربيتهم الخاصة بهم قد قد تأتي متسقة مع العربية في الجاهلية أو مع العربية في العصور التي تلت العصر الجاهلي العربية العربية هي عربيتهم بفصاحتهم وبلاغتهم لابد أن تعرف من أن كتب النحو وكتب اللغة وكتب الأدب فيها ما يخالف ما يريده محمد وآل محمد فكتب النحو وكتب اللغة وكتب الأدب نقبل منها ما يأتي وفقا لمذاق عربيتهم وفقا لجمال بلاغتهم وفصاحتهم فمثلما أسس الأمير علما نحو فقد أسسوا لنا البلاغة والفصاحة ومعاني اللغة فعندنا كم هائل من النصوص ما بين آيات القرآن وما بين الخطب الشريفة لهم والأعداد الهائلة من أحاديثهم ورواياتهم وأدعيتهم ومناجياتهم وأذكارهم وزياراتهم وأدعية الصلوات عليهم عندنا الكثير والكثير الذي نستطيع على أساس التواصل معه أن نستنبط قواعد بلاغتهم وقواعد نحوهم من دون أن نذهب وراء ما قاله فلان هنا أو قاله فلان هناك إلا إذا جاء مطابقا لما يريدون هذه هي مكونات الطعام الذي يقدم على مائدة القمار قرآنهم بتفسيرهم حديثهم بحسب قواعد اختيارهم وتفهيمهم لباب مبادئ العقل بحسب الفطرة النقية التي علمونا على تنقيتها وربونا على تنظيفها من كل ما يلحق بها من قذارات الدنيا وقذارات نفوسنا وشهواتنا وقذارات شياطين الجن والإنس علمونا كيف ننظف الفطرة وكيف ننقيها كي تنتج لنا المبادئ العقلية الواضحة والأصول العقلية البينة وبعد ذلك تأتي فصاحتهم وتأتي بلاغتهم وتتسيد عربيتهم صلوات الله عليهم هذه هي المكونات الأصلية للطعام الذي يقدم لكم على هذه المائدة ومرارا وكرارا قلتها وأقولها الآن وأقولها بعد ذلك إلى آخر ثانية في عمري إلى آخر ثانية أستطيع أن أتكلم قلتها وقلتها وقلتها وأقولها الآن وسأقولها بعد ذلك ما جاء من حسن ومن جمال ومن أدب رفيع ومن سلامة ذوق ومن جزالة لفظ ومن عظيم معنى ومن جميل محتوى و و و ما صدر من حسن في بياني فوحق الزهراء هو منهم وإليهم وما صدر مني من اشتباه من تردد من شك من حيرة من عين في القول واللافظ من عدم إتقان في التعبير من سوء فهم من خلط في المباني من عدم دقة في التفريع على أصولهم إلى غير ذلك مما هو من شأني فهو مني فهو مني خالص مخلص مني فقط وحق الزهراء لا أقول هذا الكلام ونحن في أول يوم من شهر رمضان لأجل الاستهلاك الإعلامي أو لأجل التضليل أو لأجل إظهار التواضع هذه هي الحقيقة التي يجب على كل شيعي أن يؤمن بها بخصوص أو بخصوص نفسه فكل حسن هو منهم وكل قبح هو مني أنا أنا أخاطب جمهورا معينا أنا لا أخاطب جميع الناس سأكون مجنونا أن أخاطب جميع الناس بهذا الخطاب وبهذا اللحن خطاب خطابي موجه للشيعة المنتظرين لإمام زمانهم وللمتدينين منهم إنني أخاطب الشيعة المنتظرين إمام زمانهم المتدينين منهم قد يقول قائل وهل هناك من شيعة ينتظرون إمام زمانهم ليسوا بمتدينين هناك كثير وكثير وكثير ليس الحديث عن هذا المطلب في هذه اللحظة فخطابي موجه إلى جمهور بهذه المواصفات إنهم شيعة ينتظرون إمام زمانهم الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وهم متدينون يتدينون بدينه يلتزمون بأوامره وتعاليمه وأحكامه صلوات الله وسلامه عليه خطابي موجه إلى هذا الجمهور وقضية أخرى هذا الكلام ذكرته سابقا وأذكره الآن أيضا ليس هناك من متحدث يتحدث عني قلتها سابقا وأقولها الآن لكان عندي في السابق سكرتير ولا سكرتير وليس الآن لا كان عندي في السابق سكرتير ولا سكرتير وفي هذه اللحظة أيضا فما عندي من سكرتير ولا سكرتير وليس عندي من ناطق يتحدث عني لا من أسرتي الصغيرة والقريبة مني ولا من غيرهم وليس عندي من وكيل لا في السابق ولا الآن ولست مسؤولا عن أحد أنا مسؤول عن فعلي وقولي فقط لست مسؤول عن فعلي أي أحد أكان قريبا مني أم كان بعيدا عني أنا مسؤول عن فعلي وقولي وليس هناك من أحد يشرح كلامي كلامي هو شرح والشرح لا يحتاج إلى شرح لكن إذا كان في كلامي جزء ليس واضحا جزء ليس مفهوما بسبب خلل في بياني بسبب ضعف في شرح هذا الجزء الذي لا يكون واضحا لا يكون مفهوما اجمعوه واخذوه إلى المزبلة أنا أساسا لا قيمة لي حتى يكون لكلامي الذي ليس مفهوما من قيمة وحق الزهراء هذا هو الذي أعرفه عن نفسي كلامي شرح لآياتهم بحسب حديثهم ولرواياتهم بحسب قواعد تفهيمهم ما كان واضحا فاخذوا به إذا اقتنعتم به ووجدتموه صحيحا أنا لا أطالبكم أن تتبعوا كلامي وإنما أقول لكم وطالما قلتها احترموا عقولكم وحكموا عقولكم تحاسبون في يوم القيامة ليس وفقا لعقلي وإنما وفقا لعقولكم أنا أحاسب وفقا لعقلي وأنتم كل واحد فيكم يحاسب وفقا لعقله هذا هو منطق الكتاب والعترة الطاهرة هذه ثقافتهم الأصيلة وهذا فكرهم الواضح ما تجدونه من كلامي واضحا وصريحا وقد اقتنعتم به فخذوا به وما كان ليس واضحا فخذوه إلى المزبلة فلا قيمة له كلامي لا يحتاج إلى شرح لأنني أتناول النصوص بطريقة أفككها لغويا ونحويا وبلاغيا أفككها عقليا أفككها بحسب الآيات التي تصب في نفس السياق وبحسب الأحاديث التي تجري في نفس المجرى وأكرر وأضرب الأمثلة وما نصبت أحدا يكون شارحا لكلامي ما كان واضحا من كلامي فهو الذي أريده وما كان ليس واضحا فخذوه إلى المزبلة أن يأتي شخص ويقوم بشرح كلامي إذا كان ينسب الأمر إلى نفسه هو حر لا شأن لي به لكن أن ينسب الكلام إلي فهذا كذب صريح لأن كلامي شرح لكلامهم صلوات الله عليه فلا يعقل أن يحتاج إلى شرح يمكن أن تكون بعض الكلمات التي أستعملها من الجهة اللغوية ليست واضحة أو أن الأمر يفوتني فلا أوضح معناها يمكن أن تكون بعض المصطلحات أرددها ولم ألتفت إلى أن أشرحها لكم يمكن هذا إذا كان الشرح بحدود بيان معنى لغوي لكلمة من الكلمات أو بحدود بيان معنى مصطلح من المصطلحات فهذا أمر عادي طبيعي أما أن يحمل كلامي آراء الآخرين الآخرون أحرار بآرائهم لكن لماذا يأتون بآرائهم ويحملون إياها لماذا أنا أقول للذين يفعلون هذا أنتم أحرار بآرائكم لماذا تحملون آراءكم كلامي واضح وصريح وبين وأنا أتعمد منذ ما يزيد على أربعين سنة أتعمد أن يكون حديثي بالأسلوب السهل الممتنع حتى أقطع الطريقة على الآخر وهذا واضح من بياني فبياني سهل وجزل وصريح ولا يستطيع أحد بحسب قواعد أسلوب السهل الممتنع أن يعيده بتعابيره إلا ويكون قد ابتعد عن المعنى الذي ذكرته في سياق جمل معينة في سياق الفاظ رتبتها ونسقتها بطريقة تنقل المعنى بشكل واضح لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك لكنني أذهب بكم إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر